الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل وأصدق أرسالي على أخاتب ربياته وعسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائلين أعطاري ربي بهذه أمة أمانه أعطاري ربي بهذه أمة أمانه في قوله تعالى وما كان الله ليعذبه ومن أفيده إقاماً لده صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبه وميستغفره صلى الله عليه وسلم وعن أليه وصحبه ومن قد يعبده في هذه القيام والليال الطيبة للمعاكة يصورني أن أتبتها بالتهمية السيدة رئيسة المؤمنة سيادة الرئيسة الفتا عزيز حفظ الله بسكرة فترة والمعاكة ولنخول هذه التيارة والليالي الطيبة المعاكة العشق الأواخ من العمضة ونخطواتكم كميها وللنمتين العربية والإسلاميين ولمسلمين في مشارك الأرض وبغيبها كنت بتهنيها بهذه الثقة خيبة سلبي الله عز وجل أن يمذخنا جميعا لا يفضل الله مبذخنا جميعا لا يفضل واجعلنا من خليل وارسقنا واجعلنا في هذه الآيات والآيات الطيبة من المطمولين ومن أتقادك من النار وعجل فيها وعرفنا بذالي عن البلاد والعباد عمو نصرنا وسائل البلاد العالمين ولنا وخفتان سريعة أن يكون مع فرح مكلا حيث قلت الحرب سبحانه وتعادل في سوعة سوبيا سوعة الفتح مخاطنا نبينا صلى الله عليه وسلم إنا فتح هذاك فتحا مبين ليغفرع لك الله ما تقدم من ذنبك وما ترحى ويتم نعمته عليك ويهديك صعات المستقيم ويهديك ويهديك صعات المستقيمة ثم جاء لم يقل وينسواك نصر من مطار وينسواك الله نصر عزيزا فأعاد زكرا فعلي تعصيما للنصر ومن نصر ويهديك من عمد الله عزيزا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما وصل الوحيد الكريم ويقصى كطر مصر عزيزا لكن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب أن أتأدب به الجميعا في دعاء حال الله فقال اليوم اليوم يوم وحبا لكن عدد أن الإسلام ليس نشوف الثاني وليس في الدماء وليس أزل أخير اليوم يوم وحبا نبدخ المكة اليوم يعظم الله وحبا ثم توجهي ليه أهتمك ما ترونون أني فاعل بكم قالوا كلمتهم المشروع أخي الكريم ومنخي الكريم معلمك للاك ذلك فقال قولتهم أشهر اذهبوا فأنتم تنقا وهنا يقول سيدناك عمي المزهير وكان أحد المشركين الذين حسابوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم معتزوا ثالما فيقول نبيت أن رسول الله لو عدم نبيت أن رسول الله معدل ولا جمز 各ع والعفو عند رسول الله ممول إِنَّ الرَّسُولَ لَنُوْرْ يُصْطَرَقُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُّوْفِ اللَّهِ مَسْلُمْ لَمْ يَخْتَفِ النَّمِيَّ صَلَّ اللَّهَ سَلَّمْ يَعْفُ عَمْ بَنْ خَلْعَ مَوْلَةُهُ الشَّيْفَةُ وَأَلْقَهَ عَلَكُ وَلَمْ أَقَالْ فِي فِيَنِّيَةِ بِيُنْ كُرَيْشِلْ قَالَ قَالِ إِلْهُمْ بِضْلِّ مَلْكَةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا إِنْتَقِنُوا مَلْكَةٍ مِنْ مَلِينَةٍ زَالٍ فَمَازَالَ أَنْكَاسُ وَلَا نَزُولُوا عندَ اللِّقَاءِ وَلَامِيلُوا مَعَازِلُوا جَعَتَ النَّبِي صَلَّ يَنْزُوا إِلَى أَصْحَابِهِ وَإِنْشِئُ إِلَيْهِمْ أَنِسْمَعُونَ وَهُمْ أَنْكَامُ يَدِيُّهُمْ أَنْكَ عَلَيْكَ وَهُوَ أَنْسَيْنَ كَعْبِ الْمُزُولِيرُ لَمَّا أَنْشَتَ النَّبِيَّ صَلَّةَ قَصِيلَةٌ فَاتَتْ بِقَارِنِهُمْ مَتَتْ بِالْغَاسِلُوا مَا سُعَالُ فَطَلُوا بِالْيَوْمَ مَكْهُونُوا مُتَيْدِيَوٌّ إِسْرَهَا لَمْ يُفْنَ مَكْهُونُوا وَمَا سُعَالُ غَدَاتَ الْبَيْنِ إِسْرَاحَهُمْ إِلَّا أَخَلُوا غَيْضُ الطَنفِ مَكْهُونُ تَدْعُ عَوَرْتَ فِي حُرْمٍ إِذَا اتْخَمَتْ كَأَنَّهُ مُنْهَلُوا بِالْرَّاحِمْ عَبْهُونُوا وَلَمْ يُكْرَ عَلِهِ إِنَّ بِصْرَةَ سَلَّمَةً لِأَعْلَمَ الْنَّاسِ أَنَّ فِي دِينٍ فَنَّ فِي دِينِنِنَا فُسْحَدَةً وَسَعَدْ إِحْزَوَ الْإِسْلَاءِ الْرَّحْمَةِ صَدَقَ مَنْ سَمَكَاً لَغُفْرُ الرَّحِيمُ فَمِنْ عَلَبَةٍ مِنْ اللَّهِ لِلْمْ تَلَوُوا وَلَوْمْ تَفَضْطَ الْضَرِيصَ الطَّنِّي لَنْفَضُوا بِالْهَرْمِ وَأَخْتِمُ حَدِيثِي عَفَةٍ مَنْكَةٍ بِمَنْتَلَهِ شِيْخَ عَبْدِ النَّاسِرُ فِي أَوَذْنَ سُوَاتِهُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَأَسُولَ مُخْرُومِيَا لِلْحَمَةٍ هَذِ الْأَيَنِفِينَ حَمَلُوا بِشْوَاتِ الْلُّهِ الْأُولَى تَحَقَّقَتْ والسانية متحققة لأن كتاب الله متحققة الحق لأن كتاب الله لا يهدي الباطل من بين يدي ولا من خلفهم سيّد كما قلنا في سوعة الأمرض أعطانوا بلاس الهم الخمالين وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستنفروا سوعة الفتح حمد المشارتين ورسولنا صلى الله عليه وسلم لأصحارهم يومتين يوم القيامة لقد صدق الله ورسول الله الرؤية بالحق لتدخلون المسجدة الحرارة إن شاء الله آمينين محلقين أرسكم ومقصرين لا تخافين لأنه قبل مباركة أرمان آمينين فعلينا ما لم تعدم فشعر الحمدون لذلك فتحاً طيباً للمشارتين كان النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في منامه قبل فتح مكة أنه سألت في مكة وأصحابه منهم من هو محلق ومنهم من هو مقصر لقد صدق الله ورسول أو الرؤية هذه الآية نزلت تحديداً مع نبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاركة الآية التي تليها لنا إلى يوم القيامة فلا تأسوا ولا تنزعوا ولا تطلقوا لأن الله هو الذي تكن فلا بيقصديني فالآية التي تليها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في أصنعه على الدينة هذا بعض البيئة بأنه سنزعوا دين محمد ورسالة محمد على الدينة كبه إلى يوم القيامة بعز عزيز أو بزنزل كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الظاكر من صبعه إلى حضره لا يشهد الله ورسيب على غنبه فسنجده الله الأمر شام الشهر وأماماً أماماً لأن الأمر حتى ليس بأيدينا ولا بأيدي رمته إنما تكفل أوباً فالطلب هو الذي أرسل رسوله بالأدى ودين الحق ينزعه على الدين كله وكفى بالله شهيداً أي شيء ضيد عن هذا وقد تكرق الله ليس فقط بحفظ الدين ولا بحفظ الكتاب وإنما بيصاره على الدين كله فمن سلسل يستطيع أن يوقف أماماً أرد الله وتطمئ أن الله وعدم إصرائيل دين محمده ورسالته فلن يستطيع أحدهم أن يوقف إصاره ولو اجتمعت الدنيا وما فيها وله لا يمتعه وختام الموت في السيد في هذه الآياني والعيام ما مضى من الشهر مضى أسرع فيما تتوقعه والناس في بداية الشهر كانوا يقولون مضى يوم مضى يومان مضى ثلاثة يومان مضى ثلاثة يومان ثلاثة يومان والآن كما يقولون في العبد البنازوي يقولون بطي عشر يومان بطي سبعة بطي ثلاثة بطي يومان لا يوقف شيء مضى ثلاثة يومان ومن بطي يومان سأمر أسرع فيما مضى ثلاثة يومان كيف تتوقعه حتى تستشعر أنها ثلاثة يومان أو أنها مضى ثلاثة والعشر والباطئ ستمرت أسرع من ثلاثة يومان وهكذا الدنيا كلها ستمرت وسيدنا الله عليه السلام الذي عشرة فسادة إلى خمسين عام يبلغ رسالة التضاعة بخلاف عشر قبل المساء خلال ريالهم كيف وقدت الدنيا قال كارولي بنا بيتا جعلت أربابين دخلت من باب وخارجت من باب وكان نبي الله صلى الله عليه السلام يقول ماني وللدنيا مانا في الدنيا مانا كراكب يصنصت في ظن شكاك ثم أحرطتها فالعاقب من أضعك والغافل من ضيئ وننعي عليكم من يضيب الآن ماذا اختارك بعد أن أقارك وضعنا فلم يغفرنا مسك المظاهر عنه المعظمين أن يوفقنا لطاعته وخص مطاعته وأن يبدي فنانين في القلب وأن يجعلنا في هذه الفياد والدهات المراكة من المطلوبين وأن لا يقدر المطلوب إلا بذنب المغفور وعمل المتقبل المغفور وطقاة المغفور ونعكد في الحالة وتعالى وعفع البلاء عن الجلال والكبال عن مسكنا وسائل الجلال العالمين وكل عالم وحضرها لكم جميعا من كل خير والسلام عليكم وحمد الله وحمد الله وحمد الله اشتركوا في القناة